السلام عليكم أزول فلاون أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضية والإخبارية جي أسكا أخبار تي بي وكذلك جي أسكا أخبار التي تأتيكم دائما بالحصري والجديد طبعا لأخبار شبيبة القبائل يعني حصريا جديد أخبار شبيبة القبائل في جريدة الكورا نيوز يعني هذا اليوم ماذا تكلموا في الصحيفة قال لك الميضة مطالبة بإيجاد الحلول لشبيبة القبائل وكذلك هناك غليان في الشارع القبائلي بسبب الأداء وكذلك الأدوار يعني الأداء والأدوار الأولى يعني صراحة والله شيء مؤسف جدا وجدا يعني قال لك مختار خارج الحسابات وتساؤلات حول مصره كل تساؤلات حول مصر هذا اللاعب مختار مستوى بعالية في تراجع مستمر كذلك يعني حتى كل الجماهير لاحظوا باللي تراجع مستوى بعالية يتراجع في مستوى مستمر الميضة يهدد وسيحدث ثورة في التشكيلة يعني الميضة رو يهدد فيهم وقال لما راح ندير ثورة في التشكيلة يعني راح ممكن يغير نسبة 80% من التشكيلة صراحة شبيبة القبائل ربما ستكون في وضع كارثي هذا الموسم نتمنى لها ان شاء الله فقط يا ربي كل التوفيق وانتمنى ان شاء الله يجيوا رجال يعني رجال اشدة يقدروا يقفوا مع شبيبة القبائل صح وترجع شبيبة القبائل تازمان وخلوا الاراتكم في التعليقات والسلام عليكم